اشتركوا في القناة اللي عايزين يسألوا عن اي اسئلة الارقام هتكون ظهرة اسفل الشاشة دكتور دلوقتي موضوعنا اللي عايزين اتكلم عليه النهاردة هو النزيف الدموي والجهاز الهضمي فكنت محتاجة بقى اعرف من حضرتك معلومات عن الموضوع ده شو بي حضرتك؟ الجهاز الهضمي هو طريق لخروج الدم تمام من بعض الاعضاء اللي موجودة داخل جسم الانسان فعلى سبيل المثال ممكن العيان يجيب دم من مراخيل او يجيب دم من سنانه او يتقايا دم او يجيب دم من فتحة الشرج تمام ده غير الستات اللي بيجيب دم من زي الدورة الشهرية يعني وبيحطر مع الاورام كمان نفس الحكاية او اللي عندهم اورام في السادي ويجيب دم مع الحلمة من حلمة السدر تمام او يحصل نزيب بالمخ لا قندر الله فيحصل شلل او نزيب خلف العين فيحصل العين ما تشوفش فالنزيب له صور مختلفة او واحد يتجرح فيبدأ الدم يتسرسب منه تمام بالنسبة للجهاز الهضمي هناك مخرجين من الفم ومن فتحة الشرج تمام عشان تحضرتك تلكلمة عن نزيب من الفم يبقى في حاجات كتيرة بتعمل نزيب من الفم اشهر حاجة عندنا كرحة المعدة ودهما حضرتك عارفة ان كرحة المعدة بتيجي نتيجة عوامل قد يفتعلها الانسان لنفسه بمعنى انه بياخد ادوية قد تسبب في قرحة المعدة تمام طب بما ان حضرتك بقى استشاري كبير طبعا في الكبد والجهاز الهضمي انا كنت محتاجة اعرف يعني ايه علاقة الجهاز الهضمي بالنزيب الدموي يعني ايه اللي ممكن يسبب ده من خلال الجهاز الهضمي سيقوله حضرتك الجهاز الهضمي اول حاجة فيه المعدة يعني فيه المريق عندنا وبعدين المعدة وبعدين قسن عشر وبعدين الامعاء الرفيعة وبعدين الامعاء الغليزة كل حتى بدي الجيب دم يعني ليه حضرتك بدأت بقى من المعدة عشان يقاشر حاجة في مصر لان الحالات دي بنشوفها كل يوم فاول حاجة كرحة المعدة ولكن الناس كتير اللي هما عندهم التهاب في المفاصل ويخشونا في المفاصل بياخدوا أدوية المسكنات والأسبرين والحاجات اللي بتضيع القلم كل الحاجات دي بتعمل في المعدة على المعدة وممكن تثبت كمان ان هي تعمل مشكلة في الكابت صح؟ المسكنات لا خلينا نركض على الحاجة المهمة الأول كل الأدوية لما بتاخد بكميات كبيرة وغير محسوبة بتأثر على كل الأجهزة يعني على سبيل المثال الأدوية اللي هي بتسكن الآلام بتاعت الآلام الروماتزمية بتأثر على المعدة وعلى الكلا ممكن تدخل عين فشل كلمك لا قدر عين ما بيعرفش لذلك الواحد حريص جدا هو بياخد أدوية المسكنات أو حقا المسكنات فأول حاجة بنشوفها ودي شائعة جدا وخاصة في الستات وفي الرجالة بل اللي بياخدوا أدوية مسكنات بيجينا بيتقاية دم وغالبا الدم ممكن يبقى لونه أسود لأن خلي بقى حضرتك لما بيحصل نزيف في المعدة الدم لونه أحمر طبيعي لما بيختلط بالحامض بتاع المعدة بيتحول من اللون الأحمر إلى اللون الأسود كذلك لما بينزل في البراز يعني اللي عنده قرحة في المعدة ممكن لو بص على البراز يلاقيه لونه أسود فلذلك أنا دايما أقول للعيش ينين اللي عنده مشكلة وبيجيب دم لازم يبص على البراز كمان تعتل أول حضرتك الكرحة بتبقى بسيطة ما بتعملش غير دم بسيط قوي فبدل ما يطلع من الفم يخرج من فتحة الشرق فييجي يتلون مع البراز يعني الواحد لازم يركز أول ما يشتكي من أي ألم في معدته يركز في البراز يركز في البراز جداً ويبص عليه إذا لقى لونه أسود لابد أنه يحلل براز عشان يشوف الدم سببه أين؟ فيه تحليل اسمه الدم الخافي في البراز اللي هو الأقل طبنط فدي أول حاجة بتعمل نزيب دمه يعني الأسود ده معناه أن فيه مشكلة الأسود ده معناه أن فيه مشكلة إلا إذا كان بياخد حديد أو فحم آه الدواء الأدويات تعتمي يعني الحديد بيخلي البراز لونه أسود وفيتامين والفحم مع راس الفحم اللي هي بتاعة القولون والانتفاخ الانتفاخ والحاجات دي بتخلي البراز لونه أسود بيخلي باله من قبتين دون لكن هو غالبا عي أنه ما بيعنده حمودة عالية وآلام في المعدة وقيق هو بياخد مسكنات ولقى البراز السود بلازم بس حضرتك قلت يعني نقطة مهمة جدا قلت المسكنات وقلت كمان الأسبرين طيب بعض الدكاترة بتنصح يعني بعد سن الاربعين باتخاذ الأسبرين ده كل يوم تمام فده ليه تأثير برده نقطة حركة الأسبرين بتاع زمان كان 300 ميلي اللي هو الأزرق ده آه اللي هو كان تكره حركة لما تشتري حاجة من السوبر ملك يديك شريط أسبرين ريب بلازم لا اتغير بأسبرين دلوقتي فيه أنواع مختلفة اللي هي القلوية الأسبرين الأولاني ده كان حمضي آه فده يتقيل عن مهد وجرعته كبيرة 300 ميلي الأسبرين الحالي اللي هو 81 ميلي والمئة ميلي موجودين وقلوي وتأثيره ضعيف على جدار المعدة إذا كان واحد عنده مشاكل في المعدة فبرضه بنددله دواء أو علاج يحافظ على المعدة من تأثير الأسبرين تمام طيب دلوقتي يا دكتور الإرهاق والكسل كل دي بساعات يقولك إيه دي من علامات يعني مثلا أنك عندك مشكلة في الكبد رغم أن احنا عارفين أن الكسل والإرهاق ده ممكن يبقى ناتج عن حاجات كتيرة جدا إمتى الواحد يعرف أنه لقدر الله عنده مشكلة في الكبد بصي حضرتك كنت عايزة أكمل جزئية بتاعت أن مرضى الكبد اللي عندهم فشل كابلي بيجي لهم دوالي مريء يعني كل مرضى بتوعنا خاصة في الأرياف وفي الصعيد أصيبوا فترة من الفترات بالبلهاريسيا البلهاريسيا بتعمل تضخم في الطحال وبتعمل تلايف في الكبد وبالتالي بتعمل دوالي مريء دوالي مريء معناه إيه؟ معناه أن فيه عروق زرقى على المريء نفسه زي اللي بتطلع في الرجلين مثلا زي اللي بتطلع في الرجلين بالضبط برافو عليك هذه العروق الزرقاء أو الدوالي نسميه إحنا الدوالي عيال ممكن يتقاية عمل مجهودي رحمة آدم دم بيغرق الدنيا فإحنا بنعمل منظر المرضى دوله بنربط له الدوالي دي أو بنحقنها فده واحد من علامات الكبد اللي عنده دوالي مريء ده واحد من علامات الكبد اللي هو بيتقاية دم بكميات كبيرة ودايما العينين دوله عند الأطباء في المناظير عشان بنعمل له منظر كل كام شهر نشوف الدوالي دي رجعت ولا ما رجعتش احنا عندنا أربع درجات من الدوالي واحد اتنين تلاتة اربعة أعلىهم اللي هو الدرجة الرابعة فده غريبا بيتربط أو بيتحقن فده جزء من الحاجات اللي بتخلي العينين ينزفوا دم بعض الناس ببقى عندهم دوالي وراسية في المعدة في فم المعدة وما بتبانش يعني لما الواحد بيخش بالمنظر المكان شيئلي بالمنظر علشان يشوف فم المعدة من جوه يعني تعرف تخش بالمنظر كده المعدة راسها من فوق كده فانت لازم تقليب المنظر عشان تشوفي أنا في إيه أحيانا بتنزف من الجزء دعا في بعض طبعا زوايد ممكن تبقى فيها نزيف اللي عنده سرطان في المعدة ممكن برضو يعاني من النزيف الدموي لأنه أو اللي عنده تقرحات شديدة في المعدة أو في الإثن عشر نفس الحكاية حيتقاية دم وحتبقى نقول عليه نزيف من الجهاز الهضب كل الدم اللي أنا قلت عليه ده من فوق ممكن ينزل من تحت في السبب الرئيسي بقى كتير يعني احنا قلنا أنه فيه كرحة دوالي مريء فيه دوالي وراسية فيه زوايد ممكن تبقى موجودة في المعدة وكيد دم الحاجة اللي بعد كده سرطاني المعدة ممكن يعمل نزيف بعض النزيف بيعندهم سيولة في الدم مرض سيولة الدم ولما بيتعور تعويرها بسيطة أوي كده بينزل دم وبعض الناس اللي هما بياخدوا مسيلات للدم يعني ده حرك كلمتي عليهم أن بعض الدكاترة بيوصفوا الأسبرين وفيه أدوية كتير غير الأسبرين عشان تعمل سيولة في الدم عشان ما يحصلش تجلط اللي عنده سكر برضو ممكن وبالتالي لما بيحصل جرح العيام بينزيف أكتر من غيره ولذلك لا ينصح بيها مثلا في البنت اللي بيجي لها دورة شهرية يعني اللي عندها الدورة الشهرية بتنزيف كل أسبوع اسمه نزيف برضو ولو إنه نزيف طبيعي إنما اسمه نزيف لكن فيه بعض البنات بتنزيف أكتر يعني بدل ما بتغير ثلاث فوض في اليوم تغير ست فوض في اليوم بدل ما تقعد ثلاث يام تقعد أسبوع كويس وفي بعض السيدات اللي عندها ورام ليفي بيجيب دم بكيميات فده لا ينصح إنهم ما ياخدوا أسبرين ولا ياخدوا أدوية مسكنات لأنه ده بيزود عندهم علشان كده يعني الدكتور بينصح بعد ما تنقطع الدورة أحسن إنه يتخذ الأسبرين يعني أقضد بعد السن اللي بيتعادة أو تأخذ مسكنات ما بتعملش السورة في الدم يعني عندنا ده وعندنا فتختار الوقت المناسب عشان تدي اللي عنده السورة في الدم حينفع ياخد دواء يزود السورة أو لا ما يزودش أو ياخد مسكنات أو لا ما ياخد شوها كده طب خلينا نرجع بقى للجزئية تاني بتاعة الكرحة المعدة وإن فيه أدوية بتسبب مشكلة للمعدة تمام؟ إيه بقى تاني ممكن يعمل مشكلة أو يعمل لنا كرحة في معدتنا؟ لا ما يشوف حضرتك هو غالباً الكرحة تبقى ماشية وراسية شوية يعني تلاقي عائلات كده كل الطب على فكرك وراسي جزء منه كبير وراسي يعني تلاقي مثلاً العائلات اللي عندهم رابو عندهم رابو العائلات اللي عندهم كرحة المعدة العائلات دي كده ماشية فيها كرحة المعدة وأكيد فهو بيبع استعداد شخصي الحاجة التانية إنه في حاجات بتزود طبعاً بس هي ما بتعملش الكرحة لكن بتزود يعني زي شرب الخمور وزي التدخين الشديد وزي شرب المكيفات والشاي والقهوة الكتير ده للعيانين اللي عندهم استعداد الشاي والقهوة ما بيعملوش كرحة ولكن لو واحد عنده استعداد وعنده تقرحات خفيفة في المعدة مع شرب الشاي والقهوة والتدخين دول بيستعدوا على إن الحالة تزداد سوء بالذات لو كمان يعني زي ما بيتقال كده على معدى فاضية في الظبط الأهم من ده كله بقى حضرتك والعلماء أخدوا عليه جائزة نوبل اللي هو اللي احنا بنسميه الجرسوم الحلزونين ده منتشر قوي الفترة اللي هي دي حضرتك يتعامل فيها أكتر من مئة ألف بحث بكل جماعات العالم والعلماء اللي اكتشفوه بخدوا جائزة نوبل هم تنين علماء خدوا عليها جائزة نوبل لأنها حلت مشاكل كبيرة جدا في الطب وكانت السبب أحد القلبها حضرتك الجرسومة أو البكترية الحلزونية بتخش عامل مشترط في أمراض القلب وأمراض القولون وأمراض الجهاز الهضمي كلها وأمراض الكبد لكن هي معروفة عنها أنها بتعمل كرح المعدة حضرتك أن الجرسومة المعدة بقى عن نوع من البكترية دي بقى من الأكل يا دكتور برد أو كده لا لا شبنا حضرتك جرسومة المعدة موجودة عند كل الناس تقريبا عندي وعندك وهي نور من الكومانزل دي هي أعشى في بقنا وعيشة في المعدة كتير من الناس لو عمل تحليل 70% ممكن يطلع عندهم جرسومة فده طبيعي موجود متعايشة معاك ومعايا لكن نديها علاج لما يكون في مشكلة طبية لأن هي بتظهر فجأة بيحصل نوع من أنواع القيء أو الإسخان بالضبط لو في نشاط حيبقى نديها علاج الجرسومة دي عبها أنها ديها أهداب زي الشنور عرب حرك الشنور فليها أهداب بتخرم في الخلايا بتاعت المعدة عشان كده هي بتعمل كرحة أو بتساعد في تفرز مادة تدوب الخلايا المبطنة للمعدة فتحولها لتعويرها فأنت هتعمل إيه؟ لجم تعالجي هذا المايكروب لأن وجوده بيزود الجرح وبتبقى يتحول لجرح مزمن تمام فالعلاج بتاع الجرسومة الحلزونية هو علاج لمدة 15 يوم أعراضه إيه بقى يا دكتور؟ لأن أعراضه بتختلف من شخص الآخر بالنسبة للجرسومة؟ لا، الجرسومة ده مضح حاجة إنها بتيجي في جهزة حتة بالجسم يعني ممكن في الإسهال تعمل إسهال وممكن تعمل كرحة مادة وفي السرطانات دخلت في أمراض السرطان وفي القلب دخلت في الكبت دخلت لها تشعبت جداً الجرسومة وبقت لها قصص طويلة وعريبة لكن العيانين اللي هم عندهم كرحة إحنا بنعمل تحليل الجرسومة تحليل الجرسومة أو البكتريا الحلزونية اللي يليها أهداب نسميها في الأجلية يعني وبتخرج تخترك الجلل في المعنى؟ التحليل بتاعها بتعمل من أربع أماكن نمرت واحد من البروز نمرت اتنين من الدم نمرت التلاتة مع التنفس نمرت أربعة عينة من المعدة يبقى أنت عشان تشخص الجرسومة الحلزونية إما أنك تعملها عن طريق براز أو تعملها عن طريق عينة الدم أو عن طريق حاجة مخصوصة للتنفس العين بتنفس فيها أو أنت بتعمل المنزار تاخد عينة من جدار المعدة وتحليل البكتريا الحلزونية وغالباً بتطلع موجودة طب السبب الرئيسي بقى لها يا دكتور يعني السبب الرئيسي لها يعني السبب الرئيسي ولا أكل معين لا لا خالص 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 أنا حضرتك تنامى موجودة عند كل البشر متعيشة معك ومعي حضرتك لو خدت اللعب بتاعك هلقى في جرسومة أقصد إمتى تأذيني؟ يعني إمتى تطلع ما فيش حاجة في الطب اسمها إمتى يعني إمتى يجيله سكر متعرفيش إمتى يجيله ضغط متعرفيش إمتى الجرسومة تنشط وليه تنشط عندي ناس وناس تانية لا أيوة لا ملاحش تفسيرات علمية حضرتك ليه واحد يجيله دور أمبلوانزة يجيله دور تهاب رئي قوي وده ما جلوش والاثنين إخوات بس يا دكتور يعني أنا مثلا جات لي قبل كده لقيت يعني لما راحت كشفت الدكتور قال لي أنت أكيد أكلتي حاجة ملوسة علشان كده أنا قلت أسأل حضرتك السبب الرئيسي ليس لعلاقة بالتلوث عايشة بقولك حضرتك هي عايشة جوانا فمش محتاج نكتسبها من بره خلينا أقول لحضرتك أن الأكل الملوس بيعمل مشاكل مختلفة من أول الدسنتاريا الأميبئية للجهار دي كل دي أمراض مكتسبة من تلوث الأطعمة ومع الإسهال الحاد هو نفس من تلوث الأطعمة لكن التلوث بصفة عامة بين الأمراض لكن الجرثومة الحلزونية وده نرص الشعب يقوم الشارع بالضبط فكان كله جاله جرثومة حلزونية لا يعني سبحان الله دكتور تلاقي ممكن اتنين بيأكلوا من نفس الطبق وده يجيله جرثومة وده ما يجلوش تعتمد على المناعة وعلى المقاومة بتاعة الجسم وعلى الحامد اللي موجود في المعدة وتركيز الحامد وتركيز الأخشية المخاطية المبطنة للمعدة خلي بقى حركة أن أنت عندك حماية للمعدة بتاعتك يعني إيه ما هي يعني في حامد بيطلع من المعدة تعرف الحامد اللي بيطلع من المعدة ده لو أنت خدتيه وحطتيه على إيدي كل يوم كده يعمل التهاب لو بفرز عندنا طبيعي لكن ربنا سبحانه وتعالى عمل طبقة مخاطية بتوصل ما بين الحامد وما بين جدر المعدة علشان ما يحصل لناش حموده علشان ما حصلاش للتهاب علشان كده اللي عندهم حمودة عالية بيعمل التهاب في منطقة الحمودة لذلك نتب تدي أدوية مضادة للحمودة علشان ما تزودش المشاكل الحاجة الثانية أن الحمودة ساعد بتعمل التهاب أسفل المريق خاصة الجماعة اللي عندهم ارتجاع مريق الحامد ده لما يرجع تعرفت ارتجاع مريق معناه أنه الأكل بيرجع المريق لأن الفتحة اللي ما بين المريق والمعدة واسعة يعني ربنا سبحان الله تعالى لعمل فتحة ما بين المريق والمعدة تسمح بمرور الأكل ولا تسمح برجوعهم الأكل يعد يتروح قفلها الأكل يعد يتروح قفلها كوي؟ مع حاجة ما تجعل مريق الفتحة دي فتحة عاملة كده وتبقى مفتوحة مفتوحة عطول فوحركوا أنت نايمة بالليل الأكل بيرجع لأنك بتنامي عذارك عشان كده دايما بنصح الناس دي أنه ما يتعشاش وينام ويتعشى يتعشى بدري شوي عشان يلحق يهضم الأكل وياريت ما يعملاش بطنه كتير قوي عشان الأكل ما يرجعش مش كده بقى أن الحامد لو رجع على أسفل المريق بيعمل بارت أصافجس يعني بارت أصافجس اللي هو الأصافجس البارتي يعني اللي هو بيعمل تغيرات في الخلايا أسفل المريق ويحولها لسرطانية لأن المريق ما بيستحملش الحامد مش مجهز يعني المعدة مجهزة إنها تستحمل الحامد لكن المريق مش مجهز إنه يستحمل الحامد فبيحصل تغيرات في الخلايا ودي بتقلقنا جدا فلازم العيان اللي عنده ارتجاع مريق بيعمل منذار كل فترة عشان يطمن إن أسفل المريق ما حصلش فيه تغير في الخلايا بتاعته أو تغيرات اللي هي مسميها تغيرات خلايا سرطانية ده الجزء العلوي بتاع الدم في بعض الناس بيتجيب دم من سنانها يعني يوم الصبح يلاقي على المخدة دم في ناس بيتجيب دم من مراخيرها يوم الصبح يلاقي ده حاجة وده حاجة الدم اللي جاي من المراخير ممكن يبقى عندهم عروق صغنطوطة كده في المراخير رفيع شعيرات دموية يعني بتفلعها أو مشكلة في الضغط أو هو نايم بيروح في عيصها كده فتنزم ومشاخد باله أحيانا مع الضغط العالي يحصل انفجار في هذه الشعيرات إنما لو ضغطه مش عالي وواحد أو البنات خصوصا بيحصلهم الحكاية دي لو في دمي بينزم المراخير نكتور الأنف وإذن بيكوي الشعيرات إن فيها المشكلة يعرف الشعيرات ده ممكن عندك شعيرات على الفاغد شعيرات الحاملة التغيرة دي لو خبطتها جامد تزرق عندك هنا لو تخبطت جامد بتفلعها بتنزل دم فدي حاجة من اتنين إما الشعيرات دي موجودة زي الدوالي يعني عاملة زي الدوالي وإما إنها ضغطة عالي فيقدي لانفجار هذه الشعيرات كوي الحاجة التانية المهمة الدم اللي بيطلع من السنين مرضى الكبد عندهم حاجة بيكابونها الكبد اسمها البروس رومبين مادة اسمها البروس رومبين هذه المادة بتحافظ على إنه ما يحصلش نزيف مادة بتمنع نزيف كوي عن أي منطقة في الجسم؟ في بقى في الجسم كله يعني الكبد من الحاجات اللي بيكون مواد تمنع سيولة الدم تمام فالمرضى اللي عندهم فشل الكبد ما بيقدروش يكونوا هذين معدتا وبالتالي تلاقي سنانهم بتجيب دم أي عيان سنانه بتجيب دم مع فرشة السنان أو لوحدها لابد إن يشوف الكبد يعني دي مش مشكلة مثلا في الليسة يا دكتور؟ ناس كتيرة بيعتقدوا إنها في الليسة وبعد دكاترة الأسنان بيبضلوا يعالجوا المريض بالسنة والسنتين تحت باب إن دي لسة هو الحقيقة مش لسة يعني ناس كتير بتخطأ بهذا الخطأ شوفي حضرتك اللي طلع الدم من هنا يمكن حضرتك التهاب الليسة بس بتبقى لسة العيان مورمة ومحمرة ومظنهرة ومش كل ما يخسل سنانه مثلا وبينة لكل الناس يعني بتبقى سنانه بينة لكن مرض الكبد السنان بتجيب دم أو الليسة بتجيب دم عشان المواد اللي بتتكون ما بتتكونش الحاجة التانية فيه مرض اسمه سرطان الدم اللي هو مرض اسمه مونوسيتيكليوكيميا اللي هو الخلايا الأحادية يعني دي العلامة المبيضة بتاعدها أنه يجيب دم مثلا بريد الجمز أنه بيخرج دم من اللسة يبقى أكتر تلات حاجات ممكن تخلي العيان يجيب دم من أسنانه واحد يا إما عنده اللسة بتاعته فيها مشكلة الدكتور السنان مع الفترض أنه عنده خبرة ومتضرب عليها فإذا وقال له ده تي لسة أو يكون عنده مرض الكبد والكبد ما بيكونش اللي هي المواد اللي بتمنع السيولة فبالتالي ينزل أو عنده مرض اللي هو المونوسيتيكليوكيميا اللي هو سرطان الدم اللي هو الخلايا الأحادية طب دكتور علشان بقى ما نقلقش المشاهدين أي تاني علامات ممكن تبين أن الشخص ده عنده لقدر الله الكبد أو اللوكيميا غير الدم من الأسنان بص مريض الكبد ببعارف يعني إيه الأعراض أقول له حضرتك مريض الكبد ببعارف وبيطنش يعني بمعنى إيه؟ خلي حضرتك بالك أن كل الناس اللي بشغل في الأرياض وفي الأرض وفي الفلاحة وفي الترع ودور كلهم مصابين أصلا ببلاغيسيا معظمهم يعني ويقولك يا دكتور أن رحت الوحدة الصحية وخدت الحقن بتاعة البلاغيسيا أنا هفصل بس ثواني ناخد المداخلة دي ونكمل الكلام ده ألوم؟ ألوم؟ ألوم سأل خير؟ مسأل نور؟ أستاذ أحمد؟ أيوة؟ أهلا بحضرتك اتفضل أهلا أنا أعرضك أنا بس كنت عايز أشكر يا دكتور عادل والله على يعني متشريفه لنا ودائماً بلنسا فيدي بالعلم المبسط اللي بيبسطه لنا وبيفيرنا كتير جيد منه والله فأنا كنت حاولة أشكره والله مش سيجيد منه لبدا ربنا يخليك عبيب عايز تسأل الدكتور أي سؤال؟ لا أولا أنا مستمتع جداً بالحلقة أوي ودائماً متابعة بكم يعني شكراً شكراً مرسي أول شكراً طيب دكتور خلينا نرجح تاني لإيه هي الأعراض اللي الشخص ممكن يحس بيها لو عنده مشكلة في الكبد أو اللي قدر الله له كيميا غير أنه هو ينزل دم من أسنانه علشان الناس ما تقلقش بالنسبة للمرضى اللي عندهم الكبد بصفة عامة عندهم سوق هضم بصفة عامة يعني خلي بقى حداك أن الأكل اللي بتاكله يخش عليها عسارة هضمية العسارة هضمية دي بتيجي من بانكرياس بتيجي من المرارة وبتيجي من الكبد لما يكون عندك جزء مش قاين بالواجب بتاعه كما يجب فبالتالي العسارات الهضمية اللي نازل على الأكل حتبقى مش مظبوطة فدايما العينين يقولوا عندهم مشاكل في الهضم وانتفاخ وغازات ودايما يقولك أنا بطني مش مرتاح الحاجة التانية أحرك عرفها البيروسات اللي جات بيروس الكابدي اللي هو بيو سي بيروسات دي وجدوا أنها بتعمل إجهاد يعني أكتر من مصر العينين يروح للدكتور يقول له يا دكتور أنا مش أنا يقول له يعني يا أنت مش أنا يقول له أنا كنت بعمل مجهود في اليوم ست سبع ساعات دلوقتي لو اشتغلت ساعتين يبقى كنت بطلع سبع تمند دوار مش قادر أطلع كمل السل مش بنهج لا مش قادر كنت بلعب كرة ساعتين دلوقتي لو لعبت ربع ساعة مش قادر يبقى أحساب بالإجهاد والتعب والرغبة في أنه يقعد في السريق أو يعني عايز ينام عايز يرتاح لأن البيوسات بتعمل كده فدول مرضى الكابدي الحاجة الثانية أنه زمان يعني يعني العيان اللي خد بالهريسيا يقول لك أنا كنت بجيب دم في البول أو كنت بجيب دم في البراج أو عنده قصة ويقول لك بتتعليك للأسف الشديد أن العلاج اللي كانوا بيغضوه زمان ما عملش نتيجة كان بديه زمان حقاً إسماء حقاً الترطير وأراس إسماء بالهر فكان بيغضوه تماشى الحققنا في الوريد علشان يتخلص من البلها راسيا؟ علشان يتخلص من البلها راسيا؟ لأنه زمان حضرتك لو فكرة أن الحقق ما كانش معقمة ما كانش بلاستيك مكان بعض كان عندنا الحقق الإزاز كان نروح لوحدة الصحية يقف وطبور بتدريلي وتستخدم دي والنور مطورة فالغلية ما كانش بتغل الحقن كمان وقعدتنا احنا ما كانش ببالنا برضو ان احنا لو عملنا كده حيتنقل بيروس يعني خلي بالحضراتك لان كل بيت زمان تعرفها زمان كان العلبة بتاعت الحقن دي علبة صفيح كده صغيرة والعمرة كلها عندها فيها علبة واحدة وبيستركم بعض الحقن وكان فيه تمرجي كده بيعدي على البيوت بشهر شنطة زمان بيدي يلف بالليل بعد ما يخلص العيادة يلف على البيوت يجوم حقن هي علبة الحقن اللي عنده دي بيدي كل الناس كل البلد تضغط بيها طب دكتور ناخد الحج رجب من لقصر ألو السلام عليكم أستاذة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا بحيك وبحيي الدكتور وبحيي فريق الإعداد المحترم وخناف صحة وجمال خناف صراحة استفدنا منها كل حاجة والله شكراً ألف شكراً حضرتك طبعاً من أصدقاء القناة يعني أنا طبعاً على طول والله يا شيكاً لو أي حية كده الصراحة يعني فريق الإعداد محترم 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 طيب عندك سؤال الدكتور يا أستاذ رجب؟ آه عندنا دايماً كنت يعني دايماً كنت عضرب ونعود الكابريت آآ بسناني كان يجيب دم فانا طبعاً لما سمعت الدكتور جلقت شوية كده فمعارش شاريته طمني يعني حاضر حاضر تماماً الله يبقى فيك يا رب شكراً شكراً لحضرتك شفت بقى يا دكتور يعني هو دا لكنت بتكلم فيه مع حضرتك إن احنا مش عايزين نقلق المشاهدين من كلال علشان كده عايزين نعرف معلومات أكتر يعني ايه المشكلة الممكن بقى سعيتها لا أنا لازم أعمل تحليل الكابت وأشوف ايه المشكلة اللي عندي بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والجهاز الهضمي منورني يا دكتور منور بيك يا عزيزين بيك دكتور دلوقتي بقى قبل الفاصل احنا يعني كل المشاهدين قلقوا من قصة الدم اللي بينزل من الأسنان والناس بتقول ده ده مشكلة في اللسة والكلام ده كله وفيحنا عايزين نطمن المشاهدين إن ايه أعراض الكبد اللي خلاص بقى لأ أتأكد إن ده عندي مشكلة في الكبد وإن أنا لازم أعمل تحليل شوفي حضرتك أي عيان خد بالهريسيا لازم يتطمن إنه مش بالكبد أي عيان خد فيروس بي أو فيروس سي لازم يتطمن إنه مش بالكبد أي عيان كان عنده مشاكل بالكبد ثواء عنده سكر وتعرف حالراج السكر بيعمل كبد دهني والكبد الدهني بتقلب إلى تلايف في الكبد جزء منه بعد كده نسبة منه يعني مرضى السكر لازم أعمله متابعة بالنسبة للكبد لأنه كبد بيكبر مع مرضى السكر وبيتخزن فيه دهون والدهون والكبد بيتحول إلى تلايف جزء كبير من 10% من الحالات تقريبا طب علشان ندخل يعني أضبط من كده أي واحد عنده قصة دي لازم يدور على الكبد طب علشان نعرف المعلومة دي أكتر بس ناخد رمضان من الجيزة قلو قلو أهلا سلام عليكم أستاذ رمضان أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتنا وبعدين كانت عندي مشكلة في المرارة ففي الآزمة كده ناقصة كده في ناحية الشمال الدكتور ابن نبيل القاضي طبعا لو تقوله اسمه عن عادي دكتور فاضي طبعا الله يبقى طبعا مركب هذي يعمل رأس من قلب الاس من قلب موظوش حاجة دكتور فاضي فمش عارف النخصة دي بكينه بايه نغزة بالجنب الشمال بالجنب الشمال ويعني تحت نورة للسدري كده عوفوه شبائيا تحت القفص يعني اه تحت القفص قفوه شواء يا دكتور في ناحية الشمال طبعا ما بيشتغلوا بلهم على اسم القلب دكتور مش عارف بادي مشكلتها يا دكتور مريق ولا ايش بمشكلة ولا اعمل ايه منظار ولا اعمل عشان اتصال من الابتر يا دكتور الله يبقى اعناي يا حضر مينشيء استاذ الامضاء شكرا احنا نكمل الجزء وبعد نكمل المشكلة بتاعت ولا نقول له المشكلة وللاول نحل المشكلة لان للاسف في الوقت مش مكافي معينه اي قلم في الجنب الشمال الجنب الشمال ده في ايه؟ فيه طحال وفيه القولون كمان وفيه القلب احيانا دعيانا ما يجيله قلم في الجنب الشمال يظن انه القلب فيجري عالدكتور الدكتور يشوف ويعمله رسم القلب يقوله انت زي الفن فيه حاجة اسمها اناكزاية نيوروزيس انه هو التوتر العصري وده هنا بيجي بألم في الصدر كويس؟ بعض النات تظن انه القلب وهو مش القلب قولون؟ لا نتيجة التوتر العصري تمام حاجة تانية اي قلم في الجنب الشمال القولون بيلعب ده فيه تقلصات بيلعبه لاني اربح حرارك القولون طوله قديت متر واربعين سنتي اللي هو المنبار يعني متر واربعين سنتي يعني قدي كده اربح حتة قولون صعد تلاتين اربعين سنتي وقولون مستعرض تلاتين اربعين سنتي وقولون نازل تلاتين اربعين سنتي وقولون خارج واربع اجزاء كل حتة تلاتين اربعين سنتي كل المصريين او معظم المصريين عندهم مشكلة في القولون عندهم مشكلة في القولون اكل بتاعنا شوية ضد القولون يعني فول طعامية كشري هي بقت وراسية اكتر يعني هتلاقي العائلات اللي عندها قولون عصري او التهاب في القولون خلي بقى حارك إن القولون ده ده 15-20 سبب يعني هو مش قولون بس وكلمة كده دكتور القولون ممكن يأثر على الوجع اللي هو تحت السرة هو ده مفيش غيره اللي تحت السرة ده قولون طبعا والأمعاء الرفيعة الأمعاء الرفيعة دي 6 متر اللي هو السجق اللي الجزدار بيحشي لحمة ده وانا عندنا اتنين سجق واحد سجق لحمة واحد سجق رز الأمعاء الرفيعة اللي هي 6 متر دي دي أمعاء اللي أحمة والأمعاء اللي هي متر واربعين سنتي أو متر رد دي بتحشي رز دول بيعملوا وجعة في البطنة خلاص ما هي بطنة نفاش غير المصارين وبقى إن المواطن المواطن يحب الأكل قوي ونتغدى يتغدى تاني ونتعشى يتعشى تاني لو الأكل يتغيره بقى حلو يعني ممكن يأكل يتعشى فول تنظيم الأكل هو مهم جدا لو تعشى فوله طعمية واحد جاب له كباب يأكل طيب دكتور نصايح بقى حضرتك للوقاية من النزيف الدموي فأقل من دقيقة علشان خلاص المخرج يعني إحنا خلصنا للأسف ده إحنا لست مكملناش للأسف والله يا دكتور طب ده إحنا لست النزيف من تحت لا ده حضرتك هتجلنا تاني وتنورنا طب والنزيف من الشرج يعني حضرتك هنكمل الموضوع ده لازم لازم لإن موضوع طبعا الجهاز الهضمي ده ما بينتهيش خلينا أقول لحضرتك إنه عشان نتابع حكاية النزيف أول حاجة العياني اللي بتشكل بدبوس لما يحرك بالشكل بدبوس بيحصل إيه بينزي الدم لو الدم ده ما قفلش بسرعة يعرف إنه عندك مشكلة في الدم يعني عندك سيولة في الدم ده تأخذ بالك منها يعني فيه واحدة مثلا ينزف من الملاخيره طب وعد ما تكلم منديل والمنديل ده غرقان دم الجرح ما بقفلش ده عنده مشكلة في الدم لازم يروح يعمل سرعة نسف وسرعة تجلط ويشوف وظائف الكبد بتاعته شكلة إيه كويت؟ ما يبقاش الموضوع كده عايد اتنين لو واحد عنده الكبد لازم يطمن على الكبد وياخد علاج يمنع النزيف لأن فيه علاج بيمنع النزيف لو عين عنده كرحة مثلا لازم يعرف إنه عنده كرحة عمل منذار أو الدكتور علجه وبياخد علاج يمنع النزيف عينين الدوالي عشان ما يحصلش ينزيف لازم تتحقن أو تتربل والحقيقة إنه الدم مشكلة كبيرة جدا طبعا ليها أعراض كتيرة ده غير بقى الناس اللي بتتربل سكاكين ربنا يحفظنا يا دكتور الأستاذ الدكتور عادل الركيب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي كنت حضرتك منورنا ولينا إن شاء الله لقاء آخر أشكرك ومرسيه على التقديم وعلى تعاونك بالحلقة يعني مزيعة جيدة شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور نورتنا يا دكتور شكرا لكل المشاهدين شكرا يا دكتور